ان تزرع تحصد قاعدة لا اساس لها اليوم في صحف الاقتصاد العراقي كاعتماد رئيسي لمواجهة ضربات وصفعات الحرب الاقتصادية العالمية التي تؤثر بها الازمة الروسية الاوكرانية على العالم ولان موازين النفط هي اساس الاعتماد العراقي لمواجهة ازمته الاقتصادية الى ان كارثة مرتقبة قد تعصفه بالعراق وشعبه من نوع ضياع الامن الغذائي مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية رفع الستار عن نقص في منتجات القمح والحبوب نتيجة قلة الانتاج الزراعي ونقص المياه لكن وحدة الدراسات العراقية المختصة وضعت حلولا رئيسية جلها يتمثل بانعاش البطاقة التموينية على ان تكون الحصة التموينية منتظمة ومستمرة بالوصول الى المواطن كل شهر على العكس من الوضع الحالي اذ يشهد مشروع البطاقة خروقات كثيرة ويتم ايصلها للمواطن كل ثلاثة اشهر يحصل المواطن من خلالها على مادة واحدة او اثنتين حديث يفصله المركز بدراسة معمّة ترتبط مباشرة بانعاش القطاع الزراعي الذي يعالج ازمة الامن الغذائي ويمكن للحكومة تحفيز هذا القطاع يقول المركز عبر معالجة ملف الطاقة وشح المياه والاستيراد المنفلت للمنتجات الزراعية وتوفير قروض ميسرة لتشجيعه لذا يجب الحضر ايضا من الاقتراض الدولي وبفوائد عالية خشية من السقوط في فخ المديونية يؤكد المركز ان وضع نظام ضريبي عادل ايضا يستهدف الاوعية الضريبية الغزيرة فضلا عن تطبيق نظام ضريبي جمركي يطول كافة السلع الفاخرة والسيارات الفارهة والكماليات غير ضرورية يسهم في تحقيق ارادات ضخمة للحكومة مع ضرورة وضع مادة في قانون موازنة عام 2016 تلزم الاقليم على تنفيذ القوانين الضريبية النافذة مقابل استلام حصة الاقليم من الموازنة حلول يقرأها المركز بدراسة علمية معمقة تنقذ العراق من كارثة مرتقبة ترجمة نانسي قنقر